بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى الدس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتة أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس حياكم الله وبرك فيكم شيخ صالح قرأنا بعض الأحاديث في كتاب الصيام في باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود بقي بعض الأحاديث في هذا الباب عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطره رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية وأن يغدو إلى مصلاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهذا الحديث في بيان ما ينتهي به شهر رمضان وهو شهادة رجلين الدخول يكفي شهادة رجل واحد كما سبق وأما في الخروج فلابد من شهادة رجلين لما اختلف الناس في آخر الشهر قدم أعرابيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية فأخبره أنه ما رأي الهلال فأمر الناس بالإفطار وأن يخرجوا غدا لصلاة عيدهم فهذا دليل على مسائل مسألة الأولى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان إلا بناء على شهادة رجلين ولا يكفي رجل واحد هو المسألة الثانية أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنهم يفطرون ولا يستمرون صائمين المسألة الثالثة أنهم يؤجلون صلاة العيد إلى الغد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا غدا لعيدهم فهذه مسائل تأخذ من هذا الحديث المبارك وفيه مسألة رابعة وهو أن صلاة العيد ينتهي وقتها بزوال الشمس فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد فإذا قامت البينة بعد ذلك بنهاية الشهر فإن صلاة العيد تؤجل إلى الغد لكن يفطرون في يومهم أو في بقية يومهم نعم وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا له فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا رواه أحمد ورواه النساء وهذا الحديث كالحديث الذي قبله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا لرؤيته رؤية الهلال يعني وأن يفطروا لرؤيته قد علمنا في الأحاديث السابقة أن الرؤيته يكفي فيها شاهد واحد في الدخول ولا يكفي فيها إلا شاهدان عند خروج الشهر وأنهم أيضا ينسكون يعني في عيد الأضحى ينسكون النسائك وهي الأضاحي بناء على الرؤية وهذا أكبر دليل على الرد على الحسابيين الذين يريدون أن يحملوا الناس على أن يعملوا بالحساب الفلكي وأن يلغوا الرؤية ففيها إلغاء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين نعم الشيخ صالح بالنسبة للشاهد الواحد لدخول رمضان هل يكفي نعم كما سمعت من حديث بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برؤيته وأمر الناس بالصيام كما في حديث العرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال استشهده هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشاهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بناء على رؤيته نعم طيب لو قيل لنا يا شيخ العرابي يعني مجهول الحال كيف قبلت شهادته الرسول ما عمل بالمجهول استشهده استنطقه أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم وأن محمد رسول الله قال نعم فثبت أنه مسلم ما دام أنه مسلم فيعمل برؤيته نعم الشيخ صالح شهر شوال يعني خص بشاهدين دون دخول رمضان لأن الناس قد يحرصون على الإفطار ويحملهم حب الإفطار على تساهل في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم شرع أنه لا بد من شاهدين يشهدان برؤية الشهر زيادة بالتثبت نعم أخيرا نختم هذا الدرس بسؤال يتردد على كثير من الإخوة وهو أن بعض الناس شخص صالح ينام قبل إعلان الشهر ثم يستيقظ بعد الأذان ثم يعلم بدخول الشهر هل يصح صومه؟ نعم يصح أنه يمسك إذا تأخر صيامه عن طلوع الفجر أنه يجب عليه الإمساك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم بعد رمضان لأنه لم يستوفه إنما صام بعضه نعم شكر الله لكم وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهى هذا الدرس من شرح كتاب الصيام في كتاب المنطقة تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته